السلام عليكم اسم ديالي أز عمرقية من مواليد ميدار قليم ناظور جيت لنا الألمانيا 1977 بديت في مرحلة الأولى كان ندرس الأطفال درست محول أمية كالعلم اللغة العربية من بعد دخلت نتعلم أنا اللغة الألمانية ومن بعد جاول الأطفال ليالي بقيت كاربيهم صافي وسمحت في كل احتل سبعة وتسعين تصلت بيا مكتب الاندماج الألماني بغوم مساعدة ديالي باش نبقى نعطي محاضرات في المساجد وفي المدارس على حسب الصحة التوعية الصحية بما في ذلك السكري التغذية الصحية صحة الأطفال كيفاش نحافظوا على الأسنان ديالنا والأسنان الأطفال ديالنا كيفاش الواحد دي قدر يعيش في منحلة شيخوخة كيفاش نستعد دول لكل مرحلة أنا كن ورية دول نسا ديك الساعة أو الثاني شنو ببعد جاة بدينا في برنامج ديال التعليم كيفاش نمجهو الأطفال والأولياء ديالهم التوجيه الصحيح بعد الابتدائي المهم أنا هالي بديستان عقل على راصي سكننا في الرباط أول مرة عامين ومن بعد مشينا للطلب نسمى فاش قررت الابتدائي والتانوي حداشر عام وبما أن الابديالي اللي الرحمه كان في الجيش بعد انتقلنا لمدينة خريبكا المهمة ما وصلت للمرحلة البكالوريا ومثن ما اتزوجت وجيت التحقت هنا براجلي هنا في علمانيا في مدينة بيزباطن طبيعة الحال كان الأول كان صعيبة بثاف لأنك كنت كتكون عايش في واحد الوسط عائلة وعندك أخوتك والوالدين وهذا تجيل هناك كتلقى رصك بوحدك ما عارف لا لغة وبالأخص أنا ما كش كان عارف الريفية واخناء الريفية ما كانش كان عارف الريفية اضطريت نتعلم اللغة الريفية ونتعلم الألمانيا فوق واحد كنت 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 كتب كلمة هنا بألمانيا وكلمة هنا بالريفية باش تعلمت لأنني كان خاصني ندامج مع الناس ومع الوقت اللي ولجتني صعيبة بثاف ولكن الحمد لله غير عامين ثلاث سنين صافي بديت كان ولوف وتعلمت الحمد لله ديك ساعة ما قش كان نحتاج لمساعدة شي واحد يمشي معي الطبيب يترجم عليها ولا شي حاجة وليه تمد على راسي المهم حتى الرجل يخدم توف في البلدية ديال فيزبادن في الإدارة وتصلت بوحدة قلت لي واش كتعرف شي وحدة كتتعرف تكلم العربية والريفية والألمانية قال لها ما ناشعن نقول لها المرتي لا تتعرف شي واحد قلت لي هم مرتك ما تتعرف قلت لي كتتعرف ولكن عندها بقي الدرارة شوية صغر قلت لي المهمة غدي نتصل بها وغدي نشوف نتصلات بي وقلت لي يا راه كيفاش خصك الدريب عدا أولا تترج وهذا قبل كن بالليل غيكون من السبعة العشية للفوق يعني غيكون راجلك في الدار قلت لي هما كان مشكل ونكت جاتني فرصة لأنني نخرج من الدار ونبدأ حياة عملية صراحة ديك الساعة كنت بويت نبدل ذاك الروتين اليومي دي الأم قاعد صف الطار وصندراري طيب وصبان وهذا بغيتنا نخرج من ذاك الروتين والحمد لله والله أبو فقني والحمد لله دا با ما تنديرت حاجة كندير غير ذاك المحاضرة لا أعطي عليها شي واحد لأنني احتدك المساعدة الروحية بالموت دا واحد للصديقات أترس بها بسا في ديك الساعة وقفت ولكن الحمد لله كان ناوية نرجع ولكن خسني معالجة نفسية لها المشكلة دا ولكن باقي عد كنعطي المحاضرة في معي تعالي شي واحد كنمشي ولا عبتاني شي إلخصهم شي مساعدة في المدراسة ديك الترجم موليش حاجة تعالي تنمشي هذي باقي في دك مع المكتب ديال اندماج بالنسبة للدابة الحمد لله كان المساجد كان ديك الدروس لمحاول الأمية وبحال دابة مني كيكون شي هكذا كان طلقا ولا كان شي فرح ولا شي عزا ولا هادا كان طلقا ولكن منزعمان غير هاد الشي هذا ما كانت شي حاجة وكالبزاف اللي كي عيطوا عليها بريبيل دار تيقولوا لي يارا خسنا المساعدة في المشاكل اللي بعي ولادهم عاكت عارف المجتمع الألماني والمجتمع الإسلامي ديالنا ركين مفارقة كبيرة كيني دايما المشاكل الصراحة وكنت كان نحاول نجاوب ونحساعد على وقدم الإمكانيات ديالي ولكن من بعد ما بقيتش قادرة لأنهم تتصلوا بيه في أي وقت ملقاش عندي ديك الوقت المحدد اللي وشا هادا كي عيطوا مع العشرات ناج للنازد بس عندهم فضر سيعيطوا عليها وكش غنديروا مع الولد ولا مع البنت ولا هادا هذي عامين كاعدوا في جمعية أمانة هذي عامين باش بديت معاهم وكنحاول نساعد في مكان هدا بحل الإشهار اللي كانو كي يجمعوا شي كي قلبوا مساعد الواحد من هذي المرضى لي كي جوموا المغريب ولا دة سهنا حاول نحاول صنع على حسب اللي امكاني داه لي باش نزيل الإشهار باش يجمع تهذي المرضى بالنسبة للشباب ديال هنائه المهم الوالدين كي يدعبوا واحد دور كبير أولا وأخيرا كل شي الصراحة لأن توجيه دي العائلة وليك هذا لك تشجع والدك باش يقرأ من عال الأول راتا يقرأ المشكلة هنا للاقتصاد تفكر بأنك تجمع المغرب وما تفكرش أولاد هنا كيتعاندهم مع أولاد أوروبيين ما غديش تقدر تقول لي لا أنت أخلي وتفلع مجين شليل كلا بغى شي حاجة وهذا شي هو المشكلة اللي كي يخلي درالي ما تيكملوش تعليم ديالهم ما كيوصلوش تل المستوى الجامعي لأنك يبقى بضع مزير عليه كيوصل الفلوس بأي طريقة يلا سيشدك كنقول إحنا يا شهد الأولى الحال اللي كانت الحال هذي كيبقى يبقى 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 يشد الفلوس والأغلبية هدو أولاد المغربة للأسف كي تأتي هدو شي المشكلة اللي كان لأن الأغلبية الوالدين كيفكروا غير جمع المغرب وما تيفكروش بأنهم يدرو يدرو الفلوس ديالهم في أولادهم ويحققوا لهم المستوى اللي كان يشوفهم حتى الولاد اللي كان عايشين معهم في المدرسة وفي المدرسة في كيلعبوه خاصةهم ثم الحموة جبحة للأخرين ما تنساش تأبونا فلاشين وتأكتب الجرس باش يوصل لك جديد الفيديوهات من هذ برس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر